موزعين على 22 مركزا امتحاني في مدينة حما تقدم المئات من طلاب محافظة ادلب لامتحانات الشهادتين التعليم الاساسي والثانوية العامة بفروعها متحديين ظروف التهجير مصممين على متابعة مسيرتهم التعليمية نحن ابناء ادلب عم قدم امتحاناتنا ابناء محافظة حما كانت اسئلة هي بتناسب الجميع بتناسب المستوى الممتاز وبتناسب المستوى الجيد جينا رغم الظروف التهجير عم نقدم اسئلة والان شاء الله الاسئلة سهلة ومتمنى انو الطلاب اللي باقيين يحسنوا يجو مشان يقدموا وان شاء الله بينجحوا كلهم الآن اليوم اول تقديم امتحانات محافظة ادلب ونمنى لهم التوفيق وفي كثير من الطلاب ما احسنوا يجوون بسبب الظروف نمنى لهم التوفيق ووقف على باب المركز عم استنى ابني جمناه من ضيعة ابو داليا يقدم امتحانات هون ونتمنى لهم التوفيق والنجاح ان شاء الله للجميع والطلبة الذين هم ما قدروا يقدمون هذه الامتحانات بسبب الظروف اللي ما خلتهم يقدمون للمراكز هون نتمنى لهم كمان التوفيق والنجاح والجميع الطلاب وزارة التربية افتتحت ثلاثة مراكز لطلاب ادلب في حلب ودمشق اللاذقية لتخفيف اعباء السفر عليهم وتم توفير وسائل النقل للطلاب في الريف المحرر من الارهاب وجهود الحكومة السورية في افتتاح ممر سراقب الانساني والسماح للطلاب داخل ادلب تقديم امتحاناتهم لم تنجح نتيجة منع الطلاب من الخروج من قبل الارهابيين طبعا حتى اللحظة هذه المعبر نحنا جاهزين على معبر استقال طلاب حتى لو يزلق طلاب حاليا حاليا ممكن نحنا مباشرة ندخلهم بالامتحانات الطاقم المشرف على المعبر موجود موجود اعطنا اعاز حتى ينتهي او نقطع الامال انه نهائيا ما في اي ظالب يخلهم كافة مستوزمات العملية امتحانية جاهزة اول شيء من الحفاظ على التعليمات الوزارية من خص الامتحانات الشيء الثاني المطلوب منه كاداري نحنا اكبر مثال العربية الصحية الطاقة بالطب الموجود تأمين الجو كامل للامتحانات بدأنا بتجهيز المراكز الامتحانية بادلب بشكل كامل كل لوازم العملية الامتحانية كانت جاهزة من اضافة لوازم الصحية لتطبيق البروتوكول الصحي لدينا 22 مركز امتحاني يتبع الامتحانات ادلب منهم 9 مراكز للتعليم الاساسي و13 مركز للتعليم السنة الشهادة السنوية بكافة فروعة طبعا نقوم يوميا بتعقيم المراكز قبل دخول الطلاب الى قاعدة الامتحان طبعا بالنسبة لعداد الطلاب المسجلين لدينا بلغ 2256 طالب وطالبة في مختلف الشهادات التعليم الاساسي 835 طالب حضر منهم 382 طالب بمدينة حما و20 طالب في باقي المحافظات نحنا وفد كادر مديرية صحية التليب موجودهم لدعم العملية الامتحانية ولدعم ابنان الطلاب في حالة اغماع بسبب التقوص وبسبب ارتفاع الحرارة وبردود فعل نفسي مفهوم وواضحة جدا وفيما يتعلق بكورونا عن فريق طب مجهز للاستخصاء والكشف عن كورونا وعن مواسع حرارية لم تكسرهم الظروف وارادتهم على تقديم ما تعلموه من مناهج وزارة التربية السورية كانت اقوى من الارهاب وجهود الدولة السورية باخراج باقي الطلاب مستمرة ليتسنى لهم تقديم امتحاناتهم امتحاناتهم